سلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايك وشير واشتراك في القناة لأول مرة بتشرفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبونا كومنت حلو عشان ارحب بيكم باذن الله تعالى هنعمل اصحابي النهاردة كيكة سهلة وسريعة حلة بارد كده يرطف في الصيام وفي الحر تلت طبقات واقتصادية جدا بتلت ملاعق دقيق وبيضة واحدة فقط شايفين حاجة طعمها وهمية جدا على الرغم ان انا ما بصورش بقى لي اكتر من شهرين اهو ولكن الكيكة دي انا صورتها لكم النهاردة وانا بعمل الفطور لانها فعلا انا تقريبا ما عملتش حالة من اول رمضان يلا خلونا نسمي بسم الله ونبطل الكلام ونبدأ الوصف هنا اصحابي نزلت بحبة بيد واحدة ونزلت عليها فانيلا سيلة او بودر او اللي ما عندوش فانيلا يقدر يحط ببشرة برتقال او الزيست مال الليمون ما فيش ايا مشكلة المعلقة اللي هنستخدمها معلقة الاكل العادية بس وحدة المعلقة اللي هنشتغل بها نحط تلت ملاعق سكر كبيرة وهنخلط بالمضرب اليدوي مش محتاجة لمضرب كهربائي ولا اعجان ولا اي حاجة مجرد بس نحس ان السكر داب مع البيضة زي ما انتو شايفين ما بتاخدش اي وقت هضيف عليهم تلت ملاعق كبيرة برضو بنفس المعلقة زيت وطبعا اختاروا نوعية زيت جيدة عشان آآ ما تدينا طعم الكيكة حلو يعني هي طبقة كيكة خفيفة جدا مش طبقة مرتفعة الكيكة دي هتجربوها هتلاقوها زي كيكة النايتي بالضبط هشة كده ونعمة وبالدوب بالدوب في التم ان شاء الله بنخلط الزيت مع البيضة والسكر وبعدها هنزل بتلت ملاعق حليب هي اسمها كيكة التلت ملاعق لان كل حاجة فيها تلت تلاتة 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 بنخلط برضو بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين لو سمحت ادعموا الفيديو باللايك ورمضان كريم خليكم كده كرمة عشان الفيديو تشاف والله المستعين خلطنا اصحابي الحليب مع الخليط وبعدين هنزل بتلت ملاعق بنفس المعلقة برضو طحين بس المعلقة تبقى هرامية شوية يعني مش ممسوحة لأ المعلقة تكون هرامية شوية بالنسبة للطحين اه زي ما انتم شايفين وبعدين بحط نص معلقة صغيرة من البيكن باودر اه وبنخلط وكده خلاص ده صار معانا خليط الكيك اهو كده صارت الكيك اهي شف ببقى قوامها متوسط اه الكيكة دي يا اما تحطيها في صنية مدورة مقاس اتنين وعشرين او في مستطيل عشرين في خمسة وعشرين يا اما اتنين وعشرين مدور او عشرين او خمسة وعشرين عشرين في خمسة وعشرين مستطيل الفرن طبعا يبقى ساخن هدخلها ما بتاخدش يمكن اتنشر دقيقة اقصى حاجة انا بشغل اسفل واعلى مع بعض على مية وتمانين ما بتاخدش اي وقت لان هي طبقة مش سميكة يعني طبقة رقيقة من الكيك هنا بنسيبها بقى تهدى شوية ما بنسقهاش اي حاجة هنبدأ نعمل طبقة البودنج او الطبقة التانية من الكيك اللي بتبقى فوق الكيك اخدت نص كيلو من الحليب اللي هو ما يعادل اتنين كوب معياري او اتنين كوب ونص خلوها وهضيف مع لقتين سكر فقط وليه لان انا هضيف مكون تاني مع البودنج على النار لو انتم مش هضيفوا المكون ده تقدروا تزودوا السكر حسب التحلية واضفت تلات ملاعق كبيرة من النشا او اللي هي المايزينة او الكورنفلاور كل واحد حسب البلد وحسب اللهجة اللي بيحب بيستخدمها يعني وراشد فانيلا رفعت كل المكونات على النور اللي بتاها طبعا اول على البارد عشان ما يصالش عندي تكتلات من النشا زي ما انتم شايفين وهنا بقى بنفضل على نار متوسطة بنستمر بالتحريك حتى القوام بيبدأ يسمك او يتكاسف شوية زي ما انتم شايفين كأنها مهلبية بالزبط هنا بقى اللي بيديها طعم حلو قوي هحط خمسين جرام من الشوكولاتة البيضة واللي ما يريد شوكولاتة بيضة يقدر يستغنى عنها ويضيف معلقة زبدة بس هتدقوني الشوكولاتة البيضة بتاديها كده حاجة طعم حلو قوي عشان كده احنا محطناش سكر كتير في المهلبية ممكن تستغنوا برضه عن الشوكولاتة البيضة بس تزودوا بقى نسبة السكر حسب الزوق الشخصي وتحليتكم للحاجة وهي سخنة مباشرة بعد ما دابت معايا الشوكولاتة البيضة مباشرة باروح نزلة بالخليط فوق طبقة الكيك الصغيرة اللي احنا عملناها اللايك يا جماعة لو سمحتوا عشان يرفع الفيديو رمضان كريم هنا اصحابي بقى هتركها جانبا وهبدأ احط كوب من السكر في مقلاية مفاش اي حاجة وعلى نار متوسطة او هادية نبدأ ندوب السكر زي ما انتم شايفين ما بنحطش فيه معلقة ولا اي حاجة بمجرد بس بنحرك المقلية بتاعتنا واول ما بيتكرمل ويدينا اللون الدهب الحل بنزل عليه بكوب ماء على طول انا اشتخدمت ماء عادي يعني يفضل انه يكون ماء سخن عشان يسرع معاك ان السكر يفك لكن لو ما فيش آآ عادي مية عادي مش هتفرق بعد ما خلت على نار هادية حتى السكر ديب تماما حطيت معلقة آآ كبيرة من النشا دوبتها في ربع كوب من المية ونزلت على آآ خليط الكرامل اللي احنا دوبناه في المية بها وهبدأ بقى بالويسك اليدوي المضرب اليدوي اخفق كده حتى آآ يبدأ يبقى القوام كريمي شوية يعني احنا مش 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 مهلبية يعني ده اللي هي هتبقى الطبقة الاخيرة في الكيك طبعا تقدر تستغنوا عن الكرامل ممكن تحطوا التوبينج يكون نوتيلا آآ يعني براحتكم يعني او آآ اي نوع من انواع المربة او الفكهة زي التوت او الراس بيري او الفراولة يعني اللي ما يحب طبقة الكرامل تقدروا الطبقة الاخيرة او ممكن تعملوها طبقة جيلي جيلي فراولة جيلي برتقال آآ او ليمون يعني براحتكم هنا اهو تكاسف الخليط بس هنا شايفين الغلطة دي انا ما ارضيتش اقطعها في المونتاج عشان اوريها لكم انا اضفت على طول آآ خليط الكرامل آآ وهو سخن فعمل تجويف في الكيكة فالحقت نفسي على طول شلت التجويف الكرامل اللي نزل من الفتحة وخلتها تهدى شوية ويعني خلي طبقة الكرامل تهدى شوية قبل ما تحطيها عشان ما تعمل لكيش تجويفات في قلب الكيكة وتدينا طبقة حلوة وزعت الباقي بقى باللزباتلة سبتها بس تهدى يمكن مفيش عشر دقايق كده في الفريزر عشان اقدر اقدمها بسرعة انتو بقى معاكم الوقت اه خلوها تهدى براحتها او تبرد براحتها ساعتين في التلاجة زي ما انتو شايفين الطبقات حلوة متمسكة الكيكة خفيفة جدا زي كيكة النايتي بالزبط هشة ورهيبة صراحة وطبقة البودنج دي الشوكولاتة البيضة عاطتها طعم حلو قوي وطبقة الكرامل نسبة خفيفة خالص يعني زي ما انتو شايفين لا تذكر بالنسبة للكيكة ان شاء الله كل المقاديرة هكتبها لكم فيه صندوق الوصف اهم حاجة ما تبخلوش عليها باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو اشوفكم فيديوهات جاي كتير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر